عايزة أسأل حضرتك عن مصطلح الصنعة في مصر كان زمان كلمة الصناعي والقسطة والمعلم كان لها يعني تقولها في الشارع القسطة فلان معلم فلان صناعي وليه احترامه وتقديره وليه مكانته فكرة الصنعة دلوقتي في مصر شايفها زي في كل المجالات مش عايزة أتكلم بس في ثقافة في سينما الغير هو مين ينفع يبقى صناعي شاطر وما بقاش ده مشكلتك أنت ما بتلاقيش الصناعي الشاطر يعني الكاتب صناعي شاطر وسامع نور عوكاشة أستاذ الصناعية اللي بعرف يعملك بروفايل كاركتر ويعرف يعملك شخصية ويعرف يمزجلك بين العمل الدرامي والمقرج الشاطر صناعي شاطر شليف عرفة صناعي شاطر وقد قالك ده هي مشكلتنا دلوقتي أننا ما عندنا صناعية شاطرين عندنا ناس بتعمل كل حاجة من فوق الوش كل حاجة متسطها كل حاجة أنت زمان ما كنت تروحي تعملي عند الأويماجي مثلا ما كنت روح مع أمي فهي مثلا عاملة كرسي فالكرسي حلو عجبنا هو يقولك لا أسيبه لي ومين هو مش عاجبه هو شخصية مش راضي عنه عايز يعمل البرفكت دلوقتي لأ ده هو عايز ييجي ياخد فلوسه وإن شاء الله بعد ما تمشي الكرسي يتكسر فالصناعي الشاطر بقى عملة نادرة مش موجودة في أي حاجة دلوقتي طب لما روح معاك بقى صناعي الدراما صناعي السينما الشاطر بالنسبة للدكتور مدحد دلوقتي الصناعي في الشغلانة دي مين مين بالمواصفات مش بين مين بالإسم الكاتب هو أهم شخصية يجب أن تكون مثقفة وموسوعية الثقافة في العمل الفني هو الأساس بتاع العمل هو أساس العمل وغير كده هو اللي بيعبر أفكار العمل كلها على بعضها إذن هذا الكاتب يجب أن يعي مجتمعه يعرف مشاكله ومحاولات الحل يعرف الناس اللي في الشارع من أول الرجل اللي بقعد على القهوة لغاية الرجل اللي بيحكمنا رئيس الجمهورية ويبقى عارف كل دول لازم يبقى عنده شخصية موصوعية محقفة فعشان كده الصنايعي هو اللي يقدر يلم كل هذي الأشياء في ثقافة واللي بقعد يقرأ ويكتب ويقرأ ويكتب حياته كلها كده المخرج قد يكون تكنيشان عبقري بس ممكن ما بقاش عنده مش لازم طبعا لو ما صقف يبقى عظيم لكن لو ما عندهش الثقافة دي ممكن يبقى بس تكنيشان شاطر علشان كده ممكن تلاقي مخرج عظيم جدا يعمل فيلم عظيم جدا مع كاتب عظيم لكن نفس المخرج يعمل فيلم أقل مع كاتب أقل إذن الفيصل هنا أنا كمخرج مشغل موحيد حمل غير مشغل محد تاني الرؤية بتختلف الرؤية بتختلف قسي على ذلك كل الأشياء في العمل الفني على فكرة الصناعة السينما في مصر صناعة راسخة وصناعة السينما ليست لها علاقة بالفلوس الفلوس مهمة بس الصناعة راسخة لأنها متورثة عبر أجيال إحنا تاني بلد في العالم عرفت السينما بعد فرنسا صناعية مسلمين بعضا الصناعية مسلمين بعضهم لأئمة كانت قامت صناعة السينما مثلا في الخليج وهم معهم فلوس أكتر مننا بس الصناعة الشاطر عندنا اللي ورسها أبوه عن أبوه عن أبوه عن أبوه الصناعة دي من السهل أن أنت تعمله عادي الوقت يعني يمكن عندنا أزمة في السينما عندنا موجودة بتتلخص في إيه بقى أزمة السينما لا لا ده موضوع كبير جدا أنا سيد الرئيس كان يعني طلب مني يعني بحث ولجنة عملت لجنة كده صغيرة وقدمت لسيد الرئيس من المدة يعني طبعا ربنا يكون في عونه قدمت له ملخص حتى أربع خمس صفحات حاجات كثيرة في التوزيع الداخلي والتوزيع الخارجي والاحتكار بتاع دور العرض لأن ممنوع دور فأي حتى في العالم ممنوع صاحب دور العرض يبقى هو المنتج ممنوع مش حاجة اسمها كده فالكلام ده موجود عندنا بقاله 15 سنة من ضمن الأشياء الأفلام اللي بتتسرق دلوقتي والقنوات اللي بسمعها بالزبط بير السلم أشياء كثيرة جدا تصوير الداخل في مصر صعب تصوير الخارج صعب كمية الفلوس اللي بتتدفع علشان تصواريف الشارع حاجات كثيرة جدا جدا موجودة وأعتقد أنها في طريقة للحل